أبناء طلبة وطالبات التعليم الفني أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من مادة المؤيسات للصف الثالث شعبة الملابس الجهزة أولا كل سنوات طيبين أيام جميلة كلها علينا يا رب كده ويعيد الأيام عليكم بخير ونشد حلنا ونتقرب إلى الله أولا ونعمل واجباتنا ونذاكر ونقدي أعمالنا ثانيا لأن طبعا ربنا دايما بيحسنا على العمل بس أولا نرضي ربنا بأن احنا لازم نصلي ولازم نوازب على الصلاة وعلى الصوم وربنا يجعلها كلها أيام مباركة وبعد كده كمان لشان ربنا يرضى عننا نعمل واجباتنا وشغلنا لأن الإنسان اللي ما بيشتغلش ده إنسان مش كويس لأن لازم طبعا ربنا هيسألنا على شغلنا وعلى عملنا كل واحد حتى إن كان صغير بيبقى عنده واجبات ومهام وربنا هيسأله عليها فاحنا لازم طبعا نكون عشان نقرب من ربنا نكون موظبين على مذاكرتنا لأن ده هي ده الشيء المطلوب منكو في الوقت الحالي إن انت تذاكر وإن انت تذاكري وطبعا إلى جانب المذاكرة أخذ رضى بابا وماما بعد رضى ربنا طبعا بأن أنا أتعاون معاهم بنسب كويسة لأن هم كمان ليهم حق علي لأن أنا عارفة إن انتوا أحيانا بتكسلوا ومبتسمعوش الكلام والسن بتاعكو ده دايما يقولش معنى ويعندكو أخويات تاني طبعا الكلام ده يا ريت كل اللي يطلب منه حاجة يبقى مطيع لأن طاعة الوالدين من طاعة الرب ويا ربنا يرضى عنكم ودايما تبقوا متفوقين وأتمنى لكم النجاح والتوفيق طيب معلش اديت كده فكرة بسيطة عن إحنا أيام مفترجة فلازم نتكلم عنها ما نقدرش نعديها أخبار مؤيسات معاكو عاملة إيه؟ بتحلوا ولا سايبنها احنا اتفقنا خلاص فاضل فترة بسيطة يا حبيبي احنا الوقت بيجري فاضل نعقول أيام ولا نقول شهور هو خلاص شهر ونص ولا حاجة شهر الأيام بتجري على الامتحان فطبعا كل واحد بيبقى عنده هدف وعنده حلم واللي عنده حلم وهدف لازم يكافح عشان يوصله مفيش أي أهداف بتتحقق من غير التعب من طلب العلا صهر الليالي أنا عايز أوصل لنجاح لازم أتعب لازم أذاكر أنا عايز أوصل لكلية لا المذاكرة تبقى باجتهاد مش مذاكرة وبس لا ده أنا عايز أخذ الشهادة علشان أشتغل وأبدأ أصرف على أسرتي لأي ظرف من الظروف يبقى أنا برضو محتاج أن أنا أكافح وأتعب وأشتغل بأمانة طيب المؤيسات لو أنا سبتها بنساها بتنسوها أنا عارفة كده لأن أنت طبعا ما بتدهاش الوقت الكافي إلى جانب باقي المواد اللي عندكم فطبعا أنا لازم يوميا أعمل لنفسي جدول وأدي كل مادة جزء من الوقت طبعا مش شرط أن أنا كل يوم بذكر كل المواد سي أنا عندي سبع مواد ثمان مواد عندكم عشر مواد تقريبا العشر مواد دول أو الحداشر مادة اللي عندي أعمل فيهم إيه؟ كل يوم لازم يبقى عندي أربع خمس مواد دي أنا بذكرهم وأعمل إيه؟ أعمل إعادة وتكرار لأن أنا لما أسيب المادة أكتر من يوم والتاني المعلومات عندي بالضيع ولما أشتغل في مادة وذاكرها أذاكر جزء قديم مع جزء جديد مش أبدأ أنا سبت القديم خلاص خدته أول السنة وأبدأ أكمل في الجديد لا يا حبيبي بعمل نوع من الترتيب للجدول بتاعي جزء قديم مع جزء جديد وهكذا علشان على ما خلص المنهج ألاقي نفسي رجعت القديم معاه يبقى مخي على طول حاضر وجاهز بالمعلومات بتاعتي وما حسش أن هي غريبة علي لما أجي أراها بعد كده تاني أو أذكرها تاني بالنسبة للمؤيسات بقى لما بنحل كل يوم أو كل يومين تمرين واحد أنا قريدي برجع على المادة بتاعتي من أولها لأخيرة لأن المسائل بتاعت المؤيسات بتبقى المسألة طبعا صحيح فيه منها مسائل صغيرة شوية وفيه مسائل بتبقى كبيرة لكن لو أنا مسجت مسألة كبيرة اللي هي المسألة المتكملة اللي فيها أبعاد أنا كده رجعت على كل المنحك بتاعي النهاردة لغاية آخر استنى من النهاردة لغاية الآخر هنعمل إيه؟ هنحل التمرين مع بعض بنحل التمرين التمرين فيه أجزاء منها بتبقى متشابهة أوكي؟ نشكر ربنا بتثبت المعلومة لكن مع كل تمرين فيه جزئية كده حتة نون وكده لازم أعمل إيه؟ أخلي بالي منها بتبقى حتة جديدة جزئية بيختبرني بيها ومالهو بدني تمرين تكرارية وخلاص بيكرر معايا وبيقلد التمرين اللي قبله ويغير أرقام؟ لا طبعاً كل تمرين ليه تكنيك وليه فكرة فبيكون فيه جزء دايماً بيختبرني وبيختبر قدراتي وزكائي فيه عشان كده إحنا بقولكو دايماً نجيب الكتاب ونجيب الكراسة وقلم في إيديكو علشان إحنا طبعاً نضغط بنحل التمرين مش محلولة في الكتاب فياريت لو نفع وتكتبه معايا وإحنا بنحل علشان ولو حتى نكتب الخطوط العريضة لو طبعاً مش هترحى وتكتبه كل كلمة على أساس إن فيه فكرة بتبقى في كل مسألة فانتباحها فاكرين المرة اللي فاتت لما أخدنا معلومة مهمة قوي قوي كانت معلومة جديدة صح؟ بس المعلومة دي أنتو خطوها في تانية أنا فكرة لما كنت بشرحها فاشرحها في تانية بس طبعاً كنت لازم بثبتها في تالتة وللأسف هي بتضيع وبتفقد وبنفاجأ بيها في الامتحان أو بنفاجأ بيها في التمرين اللي جاي لنا تمرين بقى كل 4-5 كل 10 تمرين أبصة لقى المعلومة دي جاية وطبعاً بتوقعنا وبتبوز مننا المسألة اللي هي كانت عبارة عن إيه؟ قبل التشغيل وبعد التشغيل لما بيجي ديني مقاسات والمقاسات دي بيقوللي عليها إيه؟ هذه المقاسات قبل التشغيل أو هذه المقاسات بعد التشغيل فاكرين الكلام دي ولا نسيته؟ نقول كمان نقول كمان قال لي قبل التشغيل يعني المقاسات بتاعت دي قبل الخياطة مباشرة يعني إيه قبل الخياطة؟ يعني أنا ضفتلها لمسافات الخياطة وقصتها يبقى انا في الحالة دي اضيف للمقاسات بتاعتي خياطات نو 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 ودتكم وشرحنا وكتبنا ورسمنا وقلنا قبل التشغيل يبقى مقاساتي فيها خياطة يبقى انا ما اضيفش خياطات يا ولاد باضيف مرضات بس اضيف كسرات لكن خياطات لأ ما اضيفش اي خياطات طيب وبعد التشغيل قال لي العكس لما يقول لي هذه المقاسات بعد التشغيل يعني المقاسات دي انا بقسها اهي الجاكت ده بقيس عرض الامام بعد ما تخيط كام سي 25 22 سنتي ده ايه بعد التشغيل يعني بعد التنفيذ يعني بعد الخياطة يبقى حضراتكم هتضيفوا الخياطة المستخبية جوه هتضيفوا الخياطة المستخبية جوه مش كده برضو طبعا يبقى انا هنا بعد التشغيل يعني المقاسات بتاعتي بدون خياطة اذا يضاف خياطات اذا حضراتكم تضيفوا خياطات طبعا احنا عملناها وكتبناها ووضحنا كلمات صغيرة وعملنا عليها دواير كده عشان ما ننساش المعلومة والفرق ما بين المعلومتين قبل التشغيل وبعد التشغيل النهاردة بناخد تمرين تاني وبنتمرن عليها ونشوف سواء نفتح الكتاب صفحة 109 مع بعض كل فتح الكتاب نشوف بقى التمرين بتاعنا بيقول ايه النهاردة ونشوف ايه الحتة الجديدة اللي هو الده لنا فنحن بنحل اكتر من تمرين مع بعض فكله يصح صح لو سنحته قال لي هنا ايه التمرين 6 صفحة 109 تمرين 6 صفحة 109 طلبت احدى المدارس عمل عدد ايه 360 بدلة اطفال جنز هو عايز 360 بدلة اطفال قال لي ذاته تصميمه مقاس موحد مجهزة بالتساوي من نوعين من القماش هو بيصاخد من نوعين من القماش قال لي 8 المتر 10 جنيه بحيث يتم التشغيل كان قاتي ايه بقى قال لي استهلكت كل خمس بدل بكرتين خيط شكرا 8 البكرة 60 قرش وبعدين قال لي كل بدلة بتحتاج 3 متر قماش كل بدلة بتحتاج 3 متر قماش يبقى هو هنا مش مديني ابعاد وداني كمية القماش للبدلة ريحني تحتاج كل بدلة 6 ازرار 8 دستة 120 قرش فاكرين موضوع الدستة اه الدستة 12 قطعة فهو ديني على طول 8 دستة قال لي كل بدلة بتتكلف اجور تشغيل 10 جنيه يبقى هنا البدلة عشان اخيطها واكويها وينظفها واركب لها زراير وعراوي وغلفها بتحتاج مني قد ايه 10 جنيه قال لي قام مصنع الملابس بتوريد الدستة بسعر 720 جنيه الراجل هنا بعد ما نفذ البدل بتاعته قال لي ورد الدستة يعني ادى المحلات او ادى المدرسة طبعا احنا شغلين على مدرسة سوري ادى المدرسة الدستة كأنها بكام ب720 جنيه الدستة يعني 12 قطعة شوفوا هنا دي حتة الفكرة اللي في المسألة الجزئية الجديدة ان هو الدستة اللي 12 قطعة هو وردهم للمدرسة ب720 جنيه فعايز يعرف ايه مني بقى المطلوب قال لي تحديد ربح مصنع الملابس في الدستة شوف لي المصنع كسب قد ايه في الدستة الوحدة وذلك من خلال حساب التكاليف طبعا هو هنا عمل ايه ورد الدستة ب720 جنيه ادها للمدرسة بسعر ده طب هو اتكلفت عليه كام هتقول لي المفترض ان هي تكون بمبلغ اقل فهو قال لي انا عايز اعرف بقى التكلفة الحقيقية قد ايه وهو كسب قد ايه شوفوا المطلوب بيكون يا ولاد عبارة عن اخر خطوة في المسألة يعني ايه اخر خطوة يعني المفروض حضراتكم بتتعودوا على ترتيب خطوات الحل وبعدين بتفجأوا ان المطلوب اللي هم عايزوا ده بتجيلك اخر خطو فانا ترتيب خطواتي ان انا دايما ابدأ بالمعطيات اللي موجودة المعطيات مديني قماش والقماش ده سعره قد ايه والبدلة محتاجة مني 3 متر قماش والمتر بكام بحسب الكميات والاسعار لكل القامات الموجودة في التمرين وبعدين احسب كمان الارباح بتاعتي واحسب كل حاجة وبعد كده اعمل ايه اوصل للتمرين بتاعي طيب هاجي هنا كده اوصل للمطلوب اللي هو عايزه اول حاجة هعملها هبدأ احسب كمية القماش نبدأ نحل التمرين سوا بنحل التمرين عشان ده مش محلول معاكو في الكتاب اول خطوة هكتبها وهعملها هي ايه هقوله الكمية المطلوبة الكمية المطلوبة قد ايه اولاد كانت 360 بدلة مش كده برضو 360 بدلة هبدأ اقوله حاطرة انا هحسب كمية القماش كمية القماش قد ايه هما 360 بدلة البدلة الواحدة محتاجة مني 3 متر فانا هضرب 360 بدلة في 3 متر بيطلع لي 1080 متر بعد كده قال لي متر القماش بكام قال لي متر القماش ب10 جنيه فهقوله 8 القماش هاخد 1080 اضربها في 10 جنيه هيطلع معايا 10800 جنيه ودي ايه دي 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 فلوس فاكرين بنحطها في الحص طيب بعد كده قال لي في عندي بكر كمية البكر قال لي ايه في البكر قال لي كل 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 خمس بدل بيحتاجوا مني بكرتين كل هم 360 بدلة قال لي كل خمسة يبقى انا هقسم على الخمسة بيحتاجوا ايه بكرة بضرف واحد قال لي لأ المراضي بيحتاجوا بكرتين فانا بضرف اتنين يبقى انا هنا عندي المراضي في البكر قال لي كل خمس بدل بيحتاجوا بكرتين بيطلع معايا كمية البكر 144 بكرة البكرة الواحدة بقدي ايه قال لي البكرة ب60 ارش فهقوله سامن البكر هما 144 بكرة البكرة ب60 ارش فكنين موضوع ليه انا بضغط على الارش ده علشان لازم اقسمه على 100 عشان احوله للجنيه ماينفعش اتعامل بقروش وجنيهات انا هنا فوق طالع معايا بالجنيه يبقى لازم ده احوله للجنيه هيطلع معايا الناتج 86 جنيه واربعة من عشرة يعني كأنها 86 جنيه واربعين ارش وبحطها في الحصالة طيب وبعد كده قال لي في عندي ازرار هقوله حاضر كمية الازرار قال لي ايه بالنسبة للازرار قال لي كل بدلة محتاجة 6 ازرار يبقى انا عندي 360 بدلة البدلة محتاجة مني 6 ازرار بيبقى ناتج معايا كام 2160 زرار دي كمية الازرار اللي موجودة اللي انا محتاجها طيب بس هو هنا في حاجة قال لي الدستة الدستة اه طيب انا هنا ممكن اقوله لو سمحت عدد دستة الازرار اه احول 1160 دي اقسمها على الـ 12 عشان احولها للدستة فهيطلع معايا 180 دستة يبقى انا بعمل ايه باخد عدد الازرار كمية الازرار اقسمها على 12 عشان احولها للدستة طيب بس هو في التمرين ما قال ليش ان الدستة 12 اه لان انتو حافزين ان الدستة 12 دي حاجات احنا قلنا حافزينها من الاول الدستة 12 قطعة اي دستة دايما ان 12 قطعة ومحافزين كمان ان السوب فاكرين انتو بالقماش اه حافزينه كام 30 متر الكلام ده امتى لو هو ما ادانيش حاجة عنهم اداني كلمة توب وسبني اداني دستة وسبني احنا بنيقول لي علبة يعني الازرار حانا بتباع بالعلبة حانا العلبة دي بتبقى فيها 100 زرار وحانا العلبة دي بقى فيها 1000 زرار في الحالة دي هو لازم يديهاني معطى في التمرين ما اقدرش انا اقلف لا فيه ثوابت حافزينها ايه ثوابت الدستة 12 قطعة ايه ثوابت السوب 30 متر هو غير اوكي بيديهيني المعلومة دي ويقول لي عليها نشوف بعد كده انا جبت الدستة هو قال لي الدستة بكام انا هحسب ها ثمن الازرار هقول له هنا ثمن الازرار ثمن الازرار قال لي الزرار بالدستة بكام الدستة ب120 ارش وانا بضغط دايما على الارش عشان احوله للجنيه فانا باخد المية وتمانين اضربها في 120 ارش واقسم على مية علشان احول للجنيه بيطلع معايا 216 جنيه واحطها في الحصالة واخدين بالكو شايفين الحصالات اه الحصالات دي بعمل ايه بجمعها عشان اجي انا هنا كده دلوقتي في اللحظة دي واقول له لازم اجمع جملة الخامات بعد ما انا حسبت الخامات بتاعتي قماش بكر زراير لازم اقوله جملة الاسمان اجمعهم كلهم وهاجي هنا واقول له جملة الاسمان جملة الاسمان هاجي اجمع تمن القماش اللي هو كان عندي كام 10800 اضيف عليه البكر 86.4 واضيف عليه 216 ازرار بيطلع معايا الناتج قد ايه يا حبيبي بيطلع معايا 1110 واربعة من عشرة دي جملة الاسمان كلها انا باجي بعد ما حسبت جملة الاسمان هبدأ اشوف جور التشغيل جور التشغيل هو قال لي البدلة الوحدة بعشرة جنيه تشغيل اول عن اخر ولا قال لي بقى قص ولا قال لي تركيب ازرار ولا قال لي اللي هيخيط ولا قال لي اللي هيرسم النموذج ما تدنيش اي حاجة من ده كل هما لقي قال لي انا حسبتهم كلهم وطلعوا كلهم عشرة جنيه في مراحل هو بيدمجها ويريحني عشان يوصل للخطوات اللي بعد كده عشان يعلمني جزئي جديدة في المسألة اللي هي احنا هنعرفها دلوقتي طيب هاجي هنا دلوقتي واقوله اجور التشغيل هياخد التلتمية وستين اضربهم في عشرة جنيه يطلع للتلات تلاف وستمية يبقى انا هنا كده هقوله اجور التشغيل كام قال لي اجور التشغيل اللي هما تلتمية وستين بدلة والبدلة الوحدة بتكلفني عشرة جنيه يبقى تلات تلاف وستمية جنيه ولو سمحتوا حطوها في الحصالة دي خطوة اجمالية ومهمة واساسية طيب دلوقتي اجمع اه هجمع هجمع ايه بقى هقول له انا اجيب كده هقول جملة التكاليف فاكرين قانون جملة التكاليف اه فاكرينه اكتبوه يا ولاد في المسألة اللي هو عبارة عن جملة الاسمان زائد جملة الاجور هو هنا طبعا انا ما عنديش جملة اجور غير هي حاجة واحدة بس لان هو جمعها ودهت الى 3600 هقول له تمام انا هاجي هنا واجمع الخطبتين بتوعي اللي هم 111014 زائد 3600 بيطلع معايا الناتج كله 14702 واربعة من عشرة دي جملة التكاليف طب هو هنا عمل ايه قال لي انا كده لما حسبت التكاليف دي كلها عايز اعرف الراجل كسب كام هقول له حاضر الراجل كسب كام ازاي اجيب له تكلفة البدلة تكلفة البدلة تكلفة البدلة فين؟ في المصنع قد ايه؟ قال لي هاخد الـ 14702 دي اقسمها على الـ 360 فيطلع لي تكلفة البدلة الفعلية التكلفة الحقيقية للخمات كلفتني قد ايه البدلة الوحدة كلفتني 40 جنيه و84 اج البدلة البدلة كلفتني 40 جنيه و84 اج طيب لو هي بالدستة يبقى انا في الحالة دي هو عاوز يعرف الربح في الدستة الدستة فيها مكسب قد ايه؟ هقول له حاضر يبقى تكلفة الدستة هتساوي هاخد الـ 40 جنيه 84 اج اضربهم في 12 قطعة 12 قطعة دلهم ايه؟ اللهم الدستة هيطلع لي تكلفة الدستة الوحدة 490 جنيه و8 من مية ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا كده؟ خلاص اقدر احسب الايه؟ اقدر احسب المكسب اقدر احسب الربح ازاي؟ مش انا عرفت الدستة مكلفاني 490 جنيه؟ هو ورد الدستة بكام؟ ورد الدستة بسبعمية وعشرين خلاص يعني كأنه باع الدستة بسبعمية وعشرين وهي كلفته في الحقيقة كام؟ ربعمية وتسعة اطرح السبعمية وعشرين اخد منها الربعمية وتسعين يطلع لي مكسبه في الدستة قد ايه؟ شفتوا المسألة ماشية ازاي؟ طبعا دي فكرة جديدة مجدش قبل كده وممرتش علينا بس هو بيختبرني وبيشوف انا بعرف افكر ولو ما عرفش افكر وامكن حد تاني يجيبها بطريقة تانية ياولاد مفيش مشكلة كل واحد ممكن يفكر بطريقة مش غلط بس المهم ان انا اوصل للنتيجة المطلوبة تمام؟ باجي هنا كده واعمل ايه؟ واقوله يبقى المكسب او قيمة الربح للايه؟ للمصنع في الدستة بتساوي قد ايه؟ هقوله هنا كده قيمة الربح في الدستة هاخد السبعمية وعشرين اطرح منها ربعمية وتسعين وايه؟ وتمانية من مية بيساوي معايا كام؟ مجازا هي بتطلع طبعا تسعة وعشرين متين تسعة وعشرين جنيه واثنين وتسعين قرش يعني تقريبا هنقول متين وتلاتين جنيه المكسب بتاع الراجل في الايه؟ في الدستة شفنا المسألة؟ طبعا كل مسألة بيلاقي فيها فكرة جديدة عشان كده احنا هنعمل ايه؟ هناخد مسألة تانية وناخد فيها فكرة جديدة لو ما حلتوش بايديكم ستعرفوا تحل نشوف المسألة التانية صفحة مية وتلاتاشر ونشوف فيها ايه؟ تمرين حداشر وناخد المسألة قال لي هنا مطلوب عمل مؤيسة لتصنيع عدد ايه؟ تلات تلاف اميس فرنجي تلات تلاف اميس فرنجي اذا علم ان كمية القماش اللازمة لتنفيذ الكمية كلها 4500 متر شكرا ده هو حسب كمان كمية القماش بس عايزني انا احسب ايه؟ التمن اهو قال لي 8 المتر 8 جنيه على طول سمع ناس بتقول لي هضرب كمية القماش في 8 المتر يطلع لي 8 القماش برافو شطرين طيب بعد كده قال لي فيه عندي خمات مساعدة ايه الخمات المساعدة بقى؟ قال لي استخدم 30 علبة ازرار الكمية شايفين قد ايه يا ولاد؟ الكمية 3000 اميس كمية كبيرة فاستخدم لها 30 علبة ازرار هو هنا ما قال ليش العلبة فيها 100 زرار ولا 1000 ما قال ليش دعوة برضو المهم ان هو استخدم ايه؟ لفظ جديد واسلوب جديد في التمرين ان هو قال لي ان فيه عندي 30 علبة زرار ليه الكمية؟ العلبة ب8 جنيه مرسي بعد كده قال لي استخدمنا كمان قد ايه؟ 20 بقرة خط كبيرة للكمية كلها البقرة ب8 جنيه قطر خيرة قال لي استخدمة كمان 8 بقرات خطة طريز عامل باج للاميس لفرانجي عند السدر كده ولا حاجة فقال لي الباج ده استخدمنا له 8 بقرات 8 بقرات للكمية كلها البقرة ب5 جنيه هقول له حاضر قال لي ايه المطلوب المطلوب حساب جملة الاسمان التمرين بتاعي مفهوش يا ولاد ايه 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 ولا اجور ولا ارباح ايه ده ولا اجور ولا ارباح قال لي ايوه معلش ما ده جزء من تمرين بيبقى اكبر في الامتحان ممكن يدي لي مسألة صغيرة بالطريقة دي عايزني احسب جملة الاسمان بس اول خطوة كان فيه ناس واحنا بنقرأ المسألة حلوها معايا على طول احنا الكمية قد ايه 3000 قميس هقول له هنا كده اول خطوة معايا واول حاجة هكتبها الكمية المطلوبة قد ايه 3000 قميس وهحسب على طول 8 القماش الايه المستخدم يبقى هنا الكمية معايا نقرأ هنا نشوف الحل واحنا بنحل سوا الكمية المطلوبة 3000 قميس طيب بعد كده اللي هبدأ احسب الاسمان او الخامات سوري الخامات هقول له ثمن القماش ثمن القماش انا عندي استخدمت اقدي قماش يا ولاد 4500 متر قماش المتر كان بتمانية جنيه هضرب في التمانية هلاقيها بتساوي معايا 36000 جنيه ده ايه ده بسرعة في الحصالة دي فلوس مش بتاعتنا طيب بعد كده الازرار اللي استخدمت 30 علبة يبقى انا هقول له هنا كده سامن الازرار هياخد التلاتين علبة العلبة الواحدة كانت بتمانية جنيه هيطلع لي الازرار بمتين واربعين جنيه وحطها في الحصالة البكر هقول له ثمن بكر الخيط طبعا ده غير خيط التطريز فانا هقول له بكر الخيط ممكن على طول وهم كانوا كم بكرة قال لي استخدمت 20 بكرة البكرة بكم بتمانية جنيه ايه ده راجل لي سابت على مادة واحد قال لي ايه هيطلع لي معايا 160 جنيه وحطها برضو في الحصالة بعد كده في بكر التطريز فهقول له ثمن بكر التطريز كانوا كم بكرة استخدمت 5 8 بكرات بس البكرة كانت بخمسة جنيه هو بقول لكم سابت على مبدأ لازم الثمن يدخل في كل حاجة فباجي هنا وهطلع النتيجة معايا 40 جنيه وحطها في الحصالة ايه ده انا كده عملت ايه حزبت كل الاسمان دي مسألة بسيطة فعلا بسيطة عشان خطا ما تتعقدوش من كل المسائل وهاجي هنا واقول له جملة اسمان الخامات بتاعتي هعمل ايه بلس الكله 36000 جنيه وماش زائد 240 زراير زائد 160 خيط زائد 40 جنيه خطة تطريز بيطلع النتيجة معايا قد ايه بتطلع 364440 جنيه دي هنا جملة اسمان الخامات هو عاوز مني ايه سمن الاميس هاخد 364440 اقسمها على 3000 اميس هيطلع معايا الاميس الواحد ب12 جنيه و15 ارش شفتوا المسألة مالها بسيطة جدا صح دي بتبقى عبارة عن جزء من المسألة بس هو هنا استخدم معايا الفاظ جديدة فكن لازم نمر عليها عشان ما نقولش ايه موضوع العلب وايه موضوع الكميات الكبيرة اللي هو من ديهاني فهو هنا ده نمط من دمنا الانماط ممكن لما يتبقى المسألة كبيرة قوي فيها ابعاد وفيها اجور حانا يجي هنا يسهل علينا جزئية ويوفر علينا بعض الخطوات عشان ما تبقاش المسألة ضخمة زيادة عن اللزوم نشوف تمرين كمان نشوف تمرين كمان نقعد ازهق خليكم معايا هنفتح الكتاب صفحة 114 تمرين 14 قال لي ايه يريد عميل من مصنع انا خلاص بنهج صح معايا بقى يريد عميل من مصنع توريد 200 تي شيرت اطفال في مدة اقصاها ست ايام هو عايز كمية معينة مستعجلين وليكن مثلا في افتتاح او حاجة لمدرسة فهم عايزين تي شيرتات في ظرف ست ايام مستعجلين على التنفيذ وعايزينها تخلص فقال لي هنا اذا كان المصنع بيعمل وردية واحدة انتم انسيتوا بقى ليكم مدة مشتغالين في الورديات كله يتابع قال لي ما لها قال لي الوردية دي فيها خطين انتاج وينتج كل خط خمس قطع يوميا اه فاكرين لما كنت بجيب انتاج المصنع في اليوم ايوة بضرب عدد الخطوط اهي 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 شايفين قال لي فيها خطين يا ولاد نقرأ صح لو سمحتو دي اسمها خطين يعني اتنين خط عشان ساعات ما بتاخدوش بالكو دي خطين يعني انا عندي في ورشتين كبار شغالين خطين انتاج كل خط بينتج ايه خمس قطع انتاج المصنع في اليوم هضرب الاتنين في الخمسة بيطلع لي العشرة فانا بعرف انتاج المصنع ايه ده ده على طول حد حسبها معايا وبيقول لي خبر ده المصنع بيطلع في اليوم عشر قطع بس ده هو عاوز متين ايه ده وكمان بيقول لي مع العلم ان الوقت الضائع عشرة في المية طبعا مانا لازم اعمل وقت ضائع لاني كهربا قطعت عامل تعب مكن عطلت حصل خمت خلصت كل ده لازم اعمل حسابي فقال لي فيه عندي كمان اعطال الوقت الضائع عشرة في المية هل يمكن ان المصنع يقبل الطلبية دي ولا يرفضها اه مسألة نونو شغلين في مسائل النونو احنا معلش عشان كله يصحصح في الاجزاء الصغيرة طبعا انا شايفة ناس حسبوا المسألة دلوقتي قالوا لي لا 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 هيرفضها يا ولدتا بصبروا قال لي لا لا هيرفضها ليه خدوا بعض الخطوط اساسية في التمرين واعرفوا ان المسألة دي مش ممكن تنفعه طب ماشي البقيين يشوف هيعمل ايه خطوة خطوة هعمل ايه في التمرين بتاعي قال لي هبدأ احسب اول حاجة مين قال لي انتاج المصنع في اليوم انتاج المصنع في اليوم هقول له حاضر انتاج المصنع في اليوم نكتب القعدة ونكتب القانون عشان دايما نرجع لنفسنا واحنا بنحل وقل للمصحح انا مذاكر انا فاهم انا عارف انا ايه اللي انا بكتبه مش كلام وخلاص ومش ارقام وخلاص اول حاجة هقول له هنا كده طبعا الكمية المطلوبة برضو كام كانوا متين تي شيرت كمية المطلوبة متين تي شيرت طيب هعمل ايه هقول له انا بحسب انتاج المصنع في اليوم انتاج المصنع في اليوم القانون كان بيقول لي ايه بيقول لي عبارة عن عدد الخطوط ايوه سمع ناس بتقول في انتاج سوري في عدد الخطوط عدد الخطوط في انتاج المصنع في اليوم في انتاج المصنع في الخط الواحد في الخط الواحد فانا باجي هنا باخد عدد الخطوط هما اتنين والخط الواحد بينتج لي قد ايه خمس قطع بيطلع لي عشر قطع يبقى المصنع في اليوم بينتج معايا قد ايه عشر قطع طيب يبقى المدة اللي انا هحتاجها قد ايه هما امتين قطع وانا بنتج في اليوم عشرة يبقى انا محتاج عشرين يوم بحلهم يا خبرة بيض عشرين يوم ده كمان في اعطال حاضر هقول له استنى يا عم احسبلك المدة بالاعطال هما عشرين يوم والاعطال نسبتها عشرة في المية يبقى بضرب في مية وعشرة عالمية هيطلع معايا اتنين وعشرين يوم يا خبرة بيض المدة المحددة قد ايه يا ولاد للتشغيل قال لي المدة المحددة ست ايام هل ينفع؟ هقول له اذا المصنع ماله يرفض الطلبية لازم يرفض الطلبية بتاعته لان هو هيشتغل مصنع صغير وانتاجه بطيء مش هيقدر ينتج لي العشرين تيشيرت في ظرف ست ايام فلازم يرفض الطلبية طبعا هناخد تمرين تاني يلا معايا ونشوف تمرين كمان صباحة مية وخمستاشر على فكرة التمرين دي مش محلولة يا ولاد في الكتاب فعشان كده تتمرنوا عليها وتحلوا فياريت لو امكن تكتبوا وتحلوا معايا علشان نراجع لنفسنا لما بنحل طبعا لما بيبقى فيه امثلة ما فيش مشكلة لامثلة دي محلولة لكن دي تمرين مش محلولة فياريت تكتبوها معايا واحنا بنحل وانا قلت الكلام ده في اول الحلقة نشوف تمرين خمستاشر صفحة مية وخمستاشر بيقول لنا ايه وهيعلمنا ايه دلوقتي قال لي مطلوب عمل مؤيسة ابتدائية لمعرفة كمية القماش المطلوبة لعمل خمسين طقم عاوز مني قد ايه خمسين طقم وكلمة طقم يا ولاد يعني جاكت وبنطلون جاكت وجيبة تسديري وبنطلون على حسب مش مشكلة وهو هنا فعلا قال لي الطقم ده عبارة عن بلوزة وجنلة اوكي فقال لي انا عاوز اعرف كمية القماش المطلوبة لاخمسين طقم قال لي البلوزة بتحتاج مية وعشرين سنتي من قماش سادة تمن المتر بتاحها تمانية جنيه يا ولاد خمسين طقم يعني خمسين بلوزة وخمسين طقم يعني خمسين جنلة يعني معناها هو هينتج مية قطعة كلهم على بعض البلوزات مع الجنلات لكن انا باعتبرهم كلمة طقم يعني قطعتين مع بعض في نفس الوقت فعشان كده انا هتعامل مع البلوزات انه هم خمسين بلوزة ومع الجنلات انه هم خمسين جنلة جا قال لي الجنلة بتحتاج كام ستين سنتي من قماش نوع تاني طبعا القماش بتاع الجنلات بيكون سميك غير قماش البلوزات البلوزة ممكن تبقى قماش خفيف لكن الجنلات لازم يكون قماش معطم وتقيل عشان يتحمل ويبقى كمان بيغطي بلا تفاصيل الجسم فقال لي هنا كده القماش بتاع الجنلات عرضه مية وخمسين سنتي انا مش هستعمل العرض لكن هو مديهوني ايوه معلومات بيقولها لي معلومات اسرائية في التمرين قال لي ثمن المتر قد ايه بستاشر جنيه تحتاج كل بلوزة الى عدد اربع ازرار البلوزة من قدام فيها زراير مفتوحة بمرد طبعا هو مرسمها ليش لكن اداني ان فيها اربع ازرار ثمن الزرار خمسين ارش تحتاج كل جنلات لستين سنتي استك اه الوسط بتاع الجنلات فيه استك الاستك ده ستين سنتي ثمن المتر منه خمسين ارش وتستهلك الجنلات بقرة خيط ثمنها مية وتمانين ارش مطلوب كمان حزام لكل طقم ثمنه ستة جنيه وقداني اجور في التمرين قال لي اجور تنفيذ البلوزة ستة جنيه واجر تنفيذ الجنلة تلاتة جنيه المصاريف الادارية والارباح بواقع عشرين في المية طبعا لازم بيقى فيه ارباح من التكلفة الكلية ونخلني بالنا من موضوع المصاريف الادارية والارباح لانه احيانا مش بيقول لي من التكلفة الكلية احيانا يقول لي المصاريف الادارية من الاجور اه هنشوفها بتمر علينا في بعض التمرين وفي الحالة دي انا باخد بس اجمالي الاجور احسب منه المصاريف الادارية وبعدين بقى احسب الارباح من التكلفة الكلية فدي خطوات بتبقى ايه خطوات متتالية في التمرين بتاعي قال لي بعد كده المطلوب ايجاد ثمن الخامات لكل طقم وبعدين تمن بيع الطقم الواحد حاضر هنبدأ نشوف اول خطوة هو عاوز مني كم قطعة اصلا قال لي خمسين طقم وطبعا بعضكم ممكن تقع منه المسألة فانه على طول يقول ايه ده في خمسين جونلة ساري خمسين بلوزة ايه ده مش خمسين بلوزة ده هم خمسين طقم يبقى خمسة وعشرين بلوزة وخمسة وعشرين جونلة يا ولاد الطقم قطعتين على بعض متكاملين يبقى الطقم نفس العدد بيشمل البلوزات ونفس العدد بيشمل الجونلات وزي ما قلتلكم في اول الكلام انه ممكن كلمة طقم تبقى عبارة عن سديري وبنطلون تبقى عبارة عن جاكت وبادلة سوق اسفر جاكت مسلا وبنطلون ده اسمه طقم ممكن اقول عليها بدلة كاملة بس هو ده ممكن يعتبر طقم بلوزة وجيبة او جونلة بلوزة وبنطلون ده طقم كل دي اطقم في الحالة دي كلمة الطقم في حد ذاتها العدد ده بينطبق على الجونلات وينطبق على البلوزات علشان محدش يجي يقول لي يعمل فيها شاطر ويقول انا بفكر ده 25 بلوزة و25 جونلات لا لا هم 50 بس تمام هني يجي هنا اول حاجة هعملها هقول له كمية القماش للبلوزات يبقى انا عندي هنا الكمية المطلوبة قد ايه يا حبيبي 50 طقم عايزين تفتكروا وانتوا بتحلوا وتعملوا قص كده وتقولوا الطقم يعني 50 بلوزة زائد 50 جونلة تمام عشان تفكروا نفسكم صح مفيش مشكلة طيب هاجة اقول له هنا كمية القماش للبلوزات انا لازم احدد اه طبعا لان انا عندي طقم جزئين البلوزات قال لي محتاجة قد ايه هم 50 بلوزة البلوزة الوحدة محتاجة مني 120 سنتي شايفين الاسترس على الصنتي اه انا عارفاكم بتحضروا افلام ومسلسلات وحافظينها فاسترس دي يعني بضغط على 120 سنتي يعني لازم اقسم على 100 عشان احول للايه للمتر برافو هيطلع لي الكمية 60 متر قماش طيب انا حسبت القماش احسب على طول 8 يبقى بصوا ايه دي بتبقى حافظة كمية 8 كمية 8 كمية 8 وهكذا هاجي هنا واقول له 60 متر المتر بقد ايه المتر الواحد بـ 8 جنيه يبقى انا عندي 480 جنيه وفي الحصالة طيب خطوة اللي بعدها كمية القماش لمين للجنلات هم 50 طق الجنلة الواحدة محتاجة مني 60 سنتي على 100 هقول سنتي سنتي عشان اقسم على 100 عشان احول للمتر هيبقى انا محتاج 30 متر قماش على طول 8 القماش 30 متر المتر بقد ايه قال لي المتر الواحد بـ 16 جنيه هيبقى عندي كمية 8 القماش 480 جنيه في الحصالة الزراير قال لي فيه كمية الازرار هم 50 طق او 50 بلوزة البلوزة الواحدة محتاجة مني 4 ازرار بيطلع معايا هنا كام 200 زرار الزرار الواحد بكام يا ولاد هو قال لي هنا 8 ازرار هم 200 زرار والزرار الواحد بـ 50 ارش على 100 عشان احول للجنيه هيطلع معايا 8 ازرار 100 جنيه فيه بعد كده عندي استك اه خدنا قبل كده موضوع استك اه مر علينا ممكن في بعض تمارين هقول له كمية الاستك هم 50 جنيه الجنيه الواحدة محتاجة مني 60 سانتي الجنيه الواحدة محتاجة 60 سانتي استك هقسم على 100 هيطلع معايا 30 متر استك طيب هقول له طيب استنى يا عم احسب 8 الاستك هم 30 متر المتر الواحد بكام بخمسين ارش على 100 عشان احوله للجنيه بيطلع معايا 15 جنيه وحط في الحصالة طيب تعالوا معايا بعد كده نشوف فيه بكر ها البكر هقول له كمية البكر هم كم بكرة قال لي الكمية كلها محتاجة مني قد ايه نشوف التمرين بتاعنا قال لي انا محتاج للبكر بكرة لكل طقم فانا هاجي هنا وهقول له كمية البكر كمية البكر هم 50 طقم الطقم الواحد محتاج مني بكرة بيطلع معايا 50 بكرة البكرة الواحدة بـ 180 ارش هقول له سمن البكر هم 50 بكرة والبكرة بـ 180 ارش على 100 عشان احول للجنيه هيطلع معايا 90 جنيه واحطها في الحصالة كده تقريبا ان الخامات بتاعتي خلصت لالي استفاضل الاحزمة برافو في ناس مساح صحة هقول له يبقى كمية الاحزمة سمع حد بيقول لي ما هم 50 طقم يبقى محتاجين 50 حزام لازم تكتبيها اقول لكم ايوة ما هو نفس الكلام بالنسبة للبكر كانت الطقم محتاج بكرة لازم اكتبها اكتبوها علشان تبقوا عارفين انتوا جبتوا الكمية تجيبوا التمن يبقى انا كمية الاحزمة هم 50 طقم والطقم محتاج حزام يبقى انا 50 حزام على فكرة الخطوات دي ككمية وثمن عليها درجات انا ما جبتش الخطوة ممكن افت الدرجات ايه ده دي خطوة تفحة معلش تكتبوا الخطوة تفحة ما نسيبش اي خطوة لاني بتساعدني على اني يبقى ترتيب حلي ايه منتظم هاجي هنا الحزام الواحد بكام الحزام الواحد بتلاتة جنيه هيديني 150 جنيه واحطها في الحصالة كل دي الخامات اللي انا استخدمتها هقول له استنى جملة الاسمان هبدأ اجمع القماش بتاع البلوزات 480 قماش الجنلات كان برضو 480 البكر كان بمية الازرار كانت بخمستاشر الاستك كان بتسعين الاحزمة كانت بمية وخمسين مش كده برضو كل الحصالات جمعتها طلع معايا جملة الاسمان 1315 جنيه دي جملة الاسمان كلها هقول له طب استنى ده هو فيه طلب الدهوني غريب قوي قوي اول مرة يقول لي انا عاوز تمن تكلفة الخامات للطقم ايه ده الخامات للطقم ما احنا دايما بنجيب تمن البيع اه شفتوا المرة دي اداني طلب غريب قوي قوي بس طلب بسيط لو احنا بنقرأ المسألة صح هنلاقي ان الطلب بتاعنا مش صعب بيقول لي عاوز ايه تمن تكلفة الخامات للطقم يعني معناها الطقم بتاعك ده كلفني كام اشتريت له خامات بقد ايه وبعدين المطلوب التاني كان تمن بيعه بس بعد ما احسبله الاجور او اتنسه ايه ده ما انا مش عرفت كده جملة الاتمان قد ايه اقسمها على القطع بتاعة الخمسين طقم هيطلع تكلفة الخامات ياه بالبساطة دي بالبساطة دي تعالوا نكتب الخطوة بتاعتنا عشان ده خطوة مطلوبة اساسية اللي هي ايه قال لي تكلفة الخامات للطقم هاخد 1315 اقسمها على الخمسين طقم التوعي بيطلع معايا 26 جنيه و3 من 10 دي تكلفة الخامات للطقم الواحد بعد كده قال لي بعد كده هبدأ ادخل على الاجور الاجور قال لي اه الاجور هبدأ احسب اجر التنفيذ للبلوزة الوحده وللجنلة الوحده وجمعهم وبعدين ابدأ اشوف جملة التكاليف واشوف الارباح بتاعتي نكمل حل مع بعض ونقول هنا كده عنوان جانبي الاجور هاجي هنا واقول اجر تنفيذ البلوزات البلوزات هم 50 بلوزة والبلوزة الواحدة تنفيذها بكام ب6 جنيه التشغيل بتاعها محتاجة مني 6 جنيه بيطلع 300 جنيه وحطها في الحصالة يا خبر حصالتكو كتير معلش ما هدي امانة بقى فهنعمل ايه نتعود على ان احنا نحافظ على الامانات بعد كده قال لي احسبيلي اجر تنفيذ الجنلات هم 50 جنيه بس الجنلات متكلفاني 3 جنيه بس تشغيل طيب بيطلع برضو كام 150 جنيه احسبيل وحطها ايوه التكاليف بالارباح بالارباح الطقم احسبيل في حل تصنيع 900 قميس يكونتو الثلاثة قد بعض بيقسم مثلا وليكن معا 150 جنيه هيقسمها بالنسبة لكم منتو الثلاثة مع بعض يبقى كل واحد هياخد ايه 50 جنيه بالعدل هو ده هنا نفس الكلام بالنسبة للتمليم بتاعنا هو كان بيقول 900 قميس 900 دولة هيتقسموا على الثلاث الوان بالتساوي قال لي وجده بالمخزن كمية من القماش المصنع فيه عنده شوية قماش موجودين فهو هيعمل الانسان دي من لون ابيض ولون بني ولون موف الانسان المطلوب بالالوان بتاعته فقال لي انا موجود عندي في المصنع من اللون الابيض 750 متر ومن اللون البني فيه موجود عندي 450 متر ومن اللون الموف موجود عندي 250 متر ايه اللي عايزه انت مني بقى في التمرين قال لي بص يحتاج كل قميس مترين ونص من القماش والمتر بتاعه ب14 جنيه وقال لي كمان انه يحتاج كل قميس ربع متر قماش لاصق يا ولاد القماش اللاصق اللي هو الفزلن الحشو اللي احنا بنستخدمه فين في تقوية الاكوال وتقوية الاساور لو القميس بتاعنا في اسورة او في كولة واحيانا المرض واحيانا نجيب كل الاجزاء دي احنا تبقى عليها ضغط واستخدام وتبقى واخدى شكل كويس فانا بعمل لها تقوية فقال لي القميس الواحد محتاج ربع متر من القماش اللاصق اللي هو الحشو اللي هو الفزلن تحتاج كل خمس امصان بكرة خيط البكرة ب3 جنيه المصنع بيعمل بيحسب اجر كامل على كل قميس 10 جنيه زي ما قال لي في التمرين اللي فات برضو ان التشغيل للقطعة الوحدة ب10 جنيه فقال لي هنا بضيف كمان نسبة ربح للكمية كلها 20% طيب من جملة التكاليف قال لي ايه المطلوب حساب كمية القماش الغير موجودة بالمقزن ايه ده الغير موجودة طيب ما هم قال لي في عندي 750 متر من القماش لبيض وفيه 450 متر من القماش البني وفيه 250 متر من القماش الموف طيب هم انا اصلا احاوز قدقيني الكميات دي ما انا ده لازم اعمله لازم احسبه طبعا بداية التمرين بتاعي ان انا هاخد 900 قميس اقسمهم على التلاتة فيطلع لي كل لون محتاج 300 ايه كل لون محتاج مني 300 قميس بسو التمرين ده عايزاكوا تفكروا فيه وهحلوا بس المرة الجاية عشان النهارده وقتنا خلص هتفكروا فيه وهتحلوا وانا بشرح التمرين وبحلوا معاكوا هتصححوا لنفسكم وتشوفوا انتوا فهمتوا اللي احنا بنحله قبل كده ولا لأ وانتوا فكرتوا ازاي في حل التمرين هقول لكم باي باي هتوحشوني وإلى اللقاء وكل سنة وانتوا طيبين وأيام مفترجة وشوفكم على خير